طب عشان نواحي السيدة المشاهدين فرصة وجود حضرتك معنا إيه الأضرار اللي ممكن تتسببها تناول جرعات كبيرة من المسكنات على أجهزة الجسم المختلفة حلو أوي السؤال إحنا مش بس جرعات كبيرة وفترات طويلة أول حاجة خالص أن المريض ما بيقيمش الحالة العامة بتاعته إيه عنده ضغط عنده سكر عنده مشكلة في القلب أو الكلا عنده مشكلة في الجهاز الهضمي فبيبدأ ياخد المسكنات أو بتكتب له مرة وبيمشي عليها بعد كده نلاقي أول حاجة وأكتر حاجة بتتأثر مباشرة هي الجهاز الهضمي وبرضا عايز أقول مش المعدة فقط المعدة والقولون كتير قوي بنلاقي التهابات في القولون بنلاقي نزيف شرجي بنلاقي أنيميا غير مسببة بسبب استخدام المسكنات بلس التقرحات المعدة التهابات المعدة أحيانا حدوث قرحة وساعات بيجي العيان بالمضاعفات وهو ما يعرفش المشكلة فيه يعني العيان بيجي قرحة فيها مضاعفات سواء قرحة نازفة أو قيء متكرر أو ألام أو عصره وهو مش واخد باله أن المسكنات هو سبب هذا الضرر يبقى المعدة القولون برضو قلنا والناس ما بتاخدش بالها خالص المسكنات إعلقته بالقولون وده بيسبب برضو التهابات وتقرحات نيجي ليه الكلة حاجات المهمة قوي ممكن جرعات كبيرة من المسكنات ممكن تسبب قصور في وظائف الكلة ممكن تسبب لقدر الله فشل كلوي حاد واللي بيتعود على جرعات من المسكنات لفترات طويلة في حاجة اسمها الكلة اعتلال كلوي بسبب المسكنات وده بيحصل على فترات طويلة وهنا بنلاقي المريض جاي بقصور في وظائف الكلة بيتورم بمشاكل كتير القلب في الحقيقة حديثا يعني فيه توجه عام ان كثير من المسكنات لو استخدمت بجرعات كبيرة لأوقات طويلة بتعمل مشاكل في القلب اولا المسكنات بتعلي الضغط معظمها بيعمل احتباس للمية والملح في الجسم فبيعلي الضغط نمرة اتنين لو ان المسكنات دي بتسبب ازمات قلبية لمريض عنده استعداد لهو المريض اللي عنده الضغط عالي او عنده مشكلة في القلب يبدأ ياخد المسكنات لأي سبب تاني يبتدي يحصل قصور في وظائف القلب يبتدي يحصل ازمات قلبية الكبد في الحقيقة بنواجه في عياداتنا كل يوم مرضى عندهم ارتفاع في انزمات الكبد غير مسبب لما تقعد تاخد وتدي مع العين وتسأله تلاقيه كثير الاستهلاك للمسكنات لأسباب كثيرة سواء اعتقادا منه ان ده بيسكن القلم او اعتقادا منه ان هو المفروض ياخد ده او الدكتور وصفه له ومش عليه يبقى الكبد والكلة والقلب الرئة كمان حساسية بتاعة الصدر نفسها كثيرة جدا بتحصل نتيجة المسكنات المريض ياخد الحباية مشواخد باله كرشة نفس مش قادر ياخد نفسه وبيضطر يتوجه للمستشفى فبرضو دي من الحاجات اللي بنواجهها ارتفاع ضغط الدم الغير مبرر لمرضى الضغط ماشي كويس قوي بتدى ياخد مسكنات بتدى ضغطه لا ينتظم بتدى جسمه يورم فكل دي لو حالك ملاحظ كل اجهزة الجسم تقريبا ممكن تدار من استخدام المسكنات اشتركوا في القناة